اشتركوا في القناة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التطور والازدهار ورحب حضرة صاحب الجلالة برئيس المجلس الوطني الاتحادي وابلقه بنقل تحياته الى اخوانه صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو للعهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة واخلصي تبنيته لشعب دولة الامارات الشقيق بالمزيد من الرفعة والرقي وعرب جلالته عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الاخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة والتي تزداد رسوخا وقوة في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع أفاقها مؤكدا رعاه الله على أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي إلى جانب التنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة مشيدا جلالتها يده الله بدور المجلسين في البلدين وسامهما في تقوية أواصل العلاقات البحرينية الإماراتية على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور في البلدين الشقيقين وقد أعرب معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى يده الله على حرصه المستمر لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة وتوثيق التعاون البرلماني والنيابي وكل ما فيه الخير للبلدين الشقيقين